بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صح شريبتكم كانت تفرجوا بيه بعد شقة الفطر كان مزلتوا هكا تفرجوا فيه في الصباح ودفتشوا على دبارة نقولكم دبارة ترجوها إن شاء الله معنا وش هي طيبة الناس الكل فيديو جديد روتين نهار الثالث ودبارة نهار الرابع هنا يما منورتلي الدار حصيل وقالتلي كيفاش كيفاش لازمني نحي شجرة دي ونغصلها بكري وقت كنا في دار سنيني حصرة عنا شجرة أما الحق ما تتنحاش الورق متاحة أما ديما يما تغصلها هذي كاعد كي جدت هنا جاتفات نهاتي نغصلها كشجرة قلتلا ريورا قتتنحها ولا تنحتهم وغصلتهم شي تخليط تخطرها تستعامل كأنها في دارها مش كأنها في دارها هي في دارها هكا مسحة لي يما ديما الجابيل يلعب معاها الله يش بش نقولكم ربي فضل كل الأمهات ويرحم جميع الأمهات اللي يمشوا وخلوا هكا بلصتهم إن شاء الله ربي يرحمهم ويشعلهم من أهل الجنة وربي يرحم موتنا أجمعين ويش في مرضانة بجاه الشهر لفضيل قلتلكم عاد قررت اليوم بيش تحركيا في داركتي من حبش القعدة وزيدها هكا في الصيام قلتك لا يزبك الحركة هي عندها نظامها تفيق الفجر تصلي وحاضر وبعدين تشد السبحة تقود تسبح وبعدين ترجع تغفأ يعني ترقد تفيق معنتها معا نحديش حاجة كي كاما إنما أنا عمليه الصباحات دون ما تسمع الحركة تفيق أنا هنا هاني نخصف في المعون حسيلوا كتفيق تولي تحب تحرك كأنها في دارها وعندها الحق وأنا من قلهش لا حسيلوا بديت هنا روتيني تون وريكم تارفو بش نقوم بفيديو ووريكم الخضرة اللي اخذيتها وبقداش اخذيتها بش مجيش طويلة هنا حبيت نعطيكم اليوم الدبارة ونشارككم نهير معاي هنا ويوم مورياض من صباحة حتى لصهريته بعد مشاحه وضمى يوم ما حطتهم سقطرتهم مشاحه وشدتني كحة ما نحكي لكم شيه لبنان منعرش كأنه الطقس بدي بردتو انتو ما زادا كيفنا ولا لا احنا في تونس هنا ولين نحسوا بالبرد في الليل رغم إنو في النهار شمس حارة اذاك عليش يمكنك البرد والسخانة اذاك عليش واحد ولا يقرب في ساعة في ساعة يوم ما قلت لي اجيبي لي هاك الوريقات خليني نعملها الشجرة ونقاها زيتها فيها البلونت وحطتها وغاديكا وتقد فيها وليت جبت لها كلوريقات الحاصيل وقاعدة تقد فيها وبعدين قامت اليوم مفطور هكا حويش هي تحبها ونا قريت لها بحسابها فيها ولا طيبة هنا هي بش نشاركوها معاكم قاعدة توسع في لون معرياض وبعدين بش شوفوا صهريتنا كيفاش تعدد لبنانت نحاول نعدي لكم هاكا لقطات من نهارنا معانتها كيفاش يتعدى على طبيعته معا انه ادبارة نحو تصوير ادبارة والروتين يجي الفيديو طويل برشا ذاك عليش نحاول نقص منه الماكسيموم را ونبدأ تطوره وانتم من منتجه ونعاود معانتها على مرتين بش ينقص الفيديو وان شاء الله نكونوا خفيفة الظراف عليكم وان شاء الله نكونوا نظيفة خفيفة عليكم وانتم شوفوا كيفية جدتها ما شاء الله ايه والله لما تحب تزيد رعي في الدار دار بينتها ولا دار ولدها دي ما تحب الدار النورة اخي قلو خرشك بنا وانت وقت اللي جنجي راجد اخذيك ها ها جنج خليت نسيت اخذيك كل شيء هاو بسكت هاو بسكت تطلب هو الله العظيم ورحمة بابا خرجت وقت لي هو راجد ها هو بسكت سيت خرجت وقت لي هو راجد اخذيك لكم عليها سيت غطس فصل الكيس حتى المستوى اخذيك 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 كيف ان شاء الله اخذيك 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 كفاء شهادة شهادة قلت له مكخارة تجيبها كمش تحكيتم الساكي مرد لها هاي يا اخويا هاي فلن حاجة لا شهيد شهيد هاي شهيد هاي انت كنت تحبها وانت صغي سناني سنبديش وانت صغي كنت تعشقها هلا اكل عاربي عارب عارب حطها هاي عارب 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 كل ايدي هاو تكون من استطاع ايه سبيل والله من استطاع ايه سبيل اللي حق صحة وفرح الخويا ان شاء الله ينوبا لكم هاي هاك 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 انا عاني نجيب كميات مش كبيرة بتاع صهرية نجيب كميات متوسطة معنى دا باش ناكلوا منها نكل ومعادين بعد نهارين نزدو ناخدو كان حابينا ولا نبدلو حاجة اخر صحة اكي 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 هاك 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 كان إخوة الشيخة لشكا الفطر نعم قيبها في الساعات ونعم قيبها هل تخيبها حليب ماشو مسلمة شكرا نعم قرور يا اعطيك الصحر يا شعور اللي هل يرحب أعطيك الصحر أعطيك الصحر أعطيك الصحر هل افتح بذلك؟ هل احد الان؟ هل هل تعرف؟ هل احد الان؟ هل انه لديك امام اماما؟ ماذا؟ ماذا اصبح هنا؟ ماذا؟ هل انت مجلزة؟ ماذا؟ فكرتك في حجو؟ لا يوجد لديك اماما؟ هل انت حاجة؟ لا يوجد تبلي دبلة صحيح لدينا مشكلة دعنا نضع هذا هذا دعني نتوقع نخطف لا نحبك هذه زبداء مارغارين هل تحب مارغارين؟ نعم مارغارين نعم وراء زبداء جبت لحطة زبداء هل ترى زبداء كيف استعملناها أمس؟ استعملت هاش أمس هذه استعملت جديدة أمس نعم احل كلبك وحل انك تكمل هل تعمل هل تتعليق هل تقرأ؟ هل تعمل؟ هل تعمل؟ هل تعمل؟ هل تعمل؟ و هنا صديقاتي دخلنا في الروتين عايز سيدك بين سيدك أول حاجة عملتها نجب تسموها شوي بورا قرنيتها صايرة مش كبيرة أما أصبح حطوال هكا بالإقداء توتشوفوها كي نحضرها يوم معاكم و هنا عندي شوفرات و هنا لبنات عندي كمية شوفرات جشرت منها كمية كبيرة و خليت شوية بالجشورة يعني ديما كي ما قلت لكم راني و نلقي هكا بصوم شوفرات و إلا حاجة يبدأ مناسب ناخذ و شيخ بروح ينعن بيه وصفات هكا بنينا هنا شدتها كي ما قلت لكم هذي هي القرينيطة القرينيطة الصغيرونة نظفتها نحط لها كل عينيطة و كل شيء اللي فيها كل و بعد ما ننظفها و نغسلها بالإقداء بش نطيبوا بها فطورنا اليوم يا صديقاتي و نقصوها احنا في العادة نقصوها بالمقص توتشوفوا يومك كي تبقى تطيب فيها كيف تقصها بالمقص الحق سنة لبنات مانيش حيرة في الدبارة جميل كل يوم عندي دبارة اليوم كنت أكلم في خالتي بش مصرق منك الأفكار بقد تضحك و الحق ما فهماش ما تحيريش في الدبارة ما شاء الله خفيف رمضان اليوم معناتها ناتا و شو هابط الفيديو نهار الرابع الله يبارك كنا نستنوا فيها و جاءوا بشي مشي و انشاء الله ربي قدرنا على القيام و السيام و الطاع يا ربي انو شهر فضيل وراه و مش نحنا كنصور مثلا تود بارة و كلها ليش على خطر ديجا هذيك هي الروتين متاع رمضان فيه الصلاة فيه الترويح فيه القرآن وفيه التطيب فيه التصنيف يعني كل يوم لازمتك لانو الوقت نتلمو فيه على الطاولة العائلة نفس الوقت لي معناتها مش كم مثلا في الليامات الفتار تذي مثلا اللي يقرأ و اللي يخدم و اللي كذا لا رمضان يلمن نسكل فيجيب بالبركة عليش مقوله رمضان البركة رمضان الكريم رمضان الخير انشاء الله يجعلوا هكا فتحة خير علينا و ربي فرج قروبنا و يمحي ذنوبنا يا ربي العالمين اميمتي نورت لي كوجينتي ما شاء الله ندخلتها حطت الزيت اه و جابتك القرينيطة قصتها كيكا طرف طرف بش حطها الطيب بها توا الفطور اللي يوم عندي تبرتين في الفطور الليبنات نحاول نطيب عادرة هنا حاول نطيب كيما نطيب في الفطار اللي بتاعلى غدا والعشاء ما نحبش نتكلف برشا صحيح نعمل هكا شهيويت فيها بيس حتى في الفطار الواحد يعمل الشهيويت و ماهنا هي تغسل في ديها من قرنة دي ما بحثها البنديل في بركم كيفي انا يوم ما تمسح في كل منديل انت على القادة اللي لبستها الطبلية دي كالا لا 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 يوم تحط منديل انا ساعة تسحق نمسح فيها منديل القادة يوم ما لا اللي لحطها فيها بتبلهاش ديك اما انا هني هريتها بيش نشري كعب اخرى على جرسي دي رمضان انا ماخذيتش انا كما قلت لكم شادة الزيت والقرنيطة قصتها هيكا طريفات صغيرين وحطت تتقلد ومطشت شوية توا يوم احنا بشديدها عام كلا بصل اه كيفاش طنجرة من غير بصل ما يجيش ها هو البصل حطتها حصيل وشديد تقليه مع كل القرنيطة وشوية الزيت و وتشوفوا معناتها كيفاش تتبدل لون هكا لقرنيطة ديك قولي مرة تقولي قرنيطة مرة قرنيطة المهم تقولي لونها روز هكا ولا كيفاش وقتها اه هاي شفتوها ما شاء الله هذي هي راية رقيقة ما هيش اخشينة مش ركت الصواب على اخشين وذكع ليش هي جي تصلح بالاوكلا هذي هكا بثجل تعمل وبرزانة بكده حتى تطيبها بالدبه دبه دبه كيفاش مش معناتها مش الرسارية على لا لا يعني ركزة لهم قولي يمه با علي تليفون تعبي يمه هنا حط الحمص زدت الحمص وزدت الثوق معاك الكرنيطة والبصلة والزيت شوفو كيفاش اروني بديهم جله متخافوش من حمص اراهم يصير لحد شي مش مش معنا تحطوه ديراكت مع زي strateg دوب مياه كشوية ما حطوا معها الحمص يجيكم هيبه لا يوجد لولهو في الزجلق تزيده شوية قطرة المال التقليل هنا بالطبيعة لا يخفى عليكم هذي الكرافس هي ذي الجاري متاع الفطور لازم من هك الشرب هذيك حاجة ضرورية في شهر رمضة شوفوا لي هكا اللون وديتكم مشاهدكم ان شاء الله قسمكم في الجنة الناس الكل كي طيب ينصير مجد تتهبل هنا اخذينا مغرفة 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 كبيرة طماطم معجونة مغرفة انتعه ماكلة وهنا يما طوي بيش تبدو تزيد تصب في الماء شوفتوا البناترا انا كيما قلت لكم الكميات ملاح مش كميات كبيرة كبيرة في الماكلة لانو احنا كل يوم نطيبه كيما تعرفوا انا رجلي ما يعودش البيت فطيب كميات متاع ناكلوها ما تتلاحش وما تبقى ما تقعدش فهكاكا معناتها توا عيني ميزاني بالكسرونة دي انا عرف روحي كداش معناتها تكفين اضم الكسار المتاعين تاع الحياة اليومية شوفتوا مخرج شكل الكسار الكبار المتاعين تاع رمضان كميات 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 كبيرة عملا كميات 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 من الوصول اضمك بشكل الكبير ملحة تابل وكروية وفلفل أحمر مرحي وهنا نفس صنعتي هنا يومة تشدك الرحان تع الثوم تصب فيها هيك كتير ماء وترجح روح للثوم اذيك وسبحان الله يا البنات العابق مع انتها الأمهات ولا الخالات ولا العمات عندهم ركافة مثلتهم سبيسيا تشمي من عندهم يعني تزيق كم العرشانة وان طيب ومعرف يومة تبنينا وكل شكل روحة تعدته اما كده يومة فماريها سبيسيا يسلم يدياتها هنا اجبت الشربة حطتها حتى هي معك الماء ذاكة والواحد وضلطتها شوية ماء وتبدأ تحرك يومة تقولك بش ما تشدش فطنش رفي اولها تبدأ تصب في الماء وتحرك بش الشربة عندك ما تشدش يكلو تشيش بالقرنيط تقولوا نسموه اللي تسموه اما نقول الحاجة اللي تحبها يومة يومة حاجات البحر تحبهمة معناتها تحب الماكلة تطيبها بهم واصلا حتى من عاداتنا في عائلتنا نطيبه بالمعناتها الماكلة انت على البحر كيه ديما كل الماكلة اللي نعملوها مدبشة نحطو فيه برنيطة ولا سمك ولا شوفرات لحاصيلو حاجة اللي موجودة اه هنا يومة بش تحولي الشربة اللي هنا ليش لاني هنا يعرض عليها شوية قطلكم بش ما تفيدش الطنش راديما يومة تعرض عليها الشربة وهنا جيت هنا تواب بش نطيب الطبق الثاني الساهل الماهر اللي ما فيه هاد شي جربت هناش شفرات تكريم جشرة حطيتها في الزيت سخون وبش نزيد معاها شوية ثوم اه مش شوية ثوم اه عم نخثوم مراهو يبنن مش نورمال الماكلة متاعكم اه نخلطهم بالاقدام على بعضهم يوم ما هنا جبت لي وريقات رند من واحدة متاع الرند هناش تكملتك الشفرات اللي ما هيش مجشرة حطيتها وقديت نجلي والله مش نشكر في روحي اما زيتت بنا فيه هناش جبت الفلفل مهاروش شديد حطيته شايح مهاروش داك حطيته معاك الشفرات والثوق وزيتهم زود غرينات فلفل شايح اش بش منصف لكم البنا واش بش نقول لكم روعة هناش بش نعمل بخطرة كي ما تعرفوا الشفرات ما فيهاش روح بش نجيب بعد ما قليتها وخدت لفاح متاعها متاع الماقرونة بش نجي نخرجها ونجيب التقيليا متاعي اللفاحات متاعي هنا عندي تماطم كانت اتفكروا كذي صبرتها بالكونجيلاتور هاي كانت في صاشيها وانقبت هنا اتحلت من معج زيبة واللي طيبت بها الصوس متاع الراحة اللي تعطيها مش عادية جربوها ديما الصوس حطوا فيها تماطم كعب مرحية حطوا معاها تماطم معجونة كي ما حطيت انا وهريزها عربي فلفل لاكحن ملح كوركم شوية تابل وكروية ما تكثروش في الصوس وكيف نقولوا الصوس لبنات نقولوا الرند الحسين هنا حاطيت وريقة الرند ونحط لبنات رنين فوحها مفوحها بالاجداء بالاجداء تعطيني بناء على بناء وشوفوا لي هكش فريد كي خرجتها كيفاش جارة زيتها نضيد هنا شوية ثوم نحب ديما نحط الصوم في الصوس قدمت عطاها ثوم قدمت تفوح لكم ويجيكم بنينة ونبدأ نزيد الماء بشوية بشوية منصوبش الماء ذي راك تراه هنا عندما شكري عبي طنجرة بالماء وتعدالها لا نبدأ نتبع فيها بشوية بشوية وهنا لمس تيانات زعتر وكليل راوي فروحي لكم الصوس يما هنا شت جارة ترقى جارة فلفل شاية جاباتها جاتلي فتنخلنا عملها في الشرب وشوفوا لي هكا جارة توصل يا جاي شمشم يقولي الريحة ياوخياني الريحة ياوخياني انا ماما شدت عاملة تسلاتها تعرفوا من احسن نصلاية تسلاتها دي صحية خفيفة جدمتك لو ما تتروين ديما انا وانا نسيم لازم اني نعملها تسلات الخاصة السامبل على الاخر ديش ومتعقدوا هايش برشة حتى اللي بصال اللي تتقلقوا في معددكم اما هو روس بنين بصراحة وصحي نحط هيك شوية بصال خاص طماطم هنا يوما تتحيلها فاكل قلب انتاحه وبتري ايوما خليها كالقلب انحبها هانا طماطم يكعبه وجزر هيتضحك هنا سفناريا ونحط نقصها ونفوحها تفويحها عادية كميانا كميوم هيتو بش تحط لها تفوحها واكيد كنقولو اسلاته اه محنا تخص نقولو القارس اه خليت القارس على كدش اخليتو الحاصل تتشوفو في المشتريات كدش لسوى تفتشي يما على صفاي انا قلت اعطيني صفاي باش ميجونيش لقلوب في الاسلاتة والله انا انا اعملها من غير صفاي اي اما هي قلت اعطيني فكرة دي مش فكرة هي البخل انا قلت لي اما هي طريقة باهي لحق المهم هنا جبنا الملح وفلف الاكحل والقارس وزادت يوم و بعدين نزيد زيتون من اسهل السلطات ومن اسرحها ومن ابنها انا نحبه حتى مش مفوحة اكيك انا بدا ناكل وفي بالكم ناكل بدايا هزا كان خاصة ناكلها من غير معنى انت بروتوكوليت انا قلت منكم ايش هيوة اللي اعملناها دي اجت في اخر وقت راي مش مبرمجي لها اطول نوري هيكم ايش هوة دي حاسيب هنا هاني حطينا حطت يومه مش حطيت انا هاني صور من فوقا انا شدت اقاويرا مشيني باما علي شد التليفون وصور من فوق توليت بالخليط الصوص انت عطي بنعست عليها ويومه قادت تقص في السلطة هنا انا اخذت شماز زيتون لخضر باش تغسله ويومه تحطه هكه عاصلاته نجم نزيد معا شوي فلت برلعبيت نجم نزيد معا كعبة عظم كعبة عظم هكه تحطوها الحاصل ان هني بتكوين نحبها لايت وحتى درنك كاكة تروني يمشي مثلا نجم تعملها كاكة بالطريقة دي كما تعملهاش نفوحة برشة اصلا حتى رياض بيحبش لفح برشة في الماكلة نحبش الماكلة تفوحي هالو برشة يقول نحب نحس ونستطعمل حاجة هنا جبنا الفلفل طي الصوص متاعي بريسك بدت تجري بتاع تحضر هادا كالزيت وهنا جبت الشوفرات حطيتها في لخر بالكل ما انا بنتكو ما فيهاش روح ما نخليهاش يعني حتى ننطيب الصوص من الاول للاخر نحاها اللي في الاولو بعدين نزيدها في لخر نجلي باها مش عطينا نجلي باها محلة ما بان نهاك ريحة ياوادي حياء كمو ان شاء الله قصفه في الجنة سيدي اي وهي ماذا انت قتلي؟ يومية رجل يومية عمضانى ليهذا الرجل...ونه طوالين حاق بحاق بحاق حاما ...موره سيدي اي هاي هيا قاعد نحضر لك دي اتو نحظر genauso مر انني للجوات انني . المقرونة لازم يعلي مش نحط فيه هنا موما تعملين في الشهوة ذيه ليجيت في اخر وقت هنا جبنا الهاريسة عملنا فيها شوية ماء وخل رياضة شدرنا الوقت نهار كمهو يحاسع ساعة الوقت و الوقت ما عاج بأتوه على البريكة جبنا الهاريسة الحكة العادية وعملنا شدت العظم عملناها ربي وعملنا لدينا الهاريسة شحين والجبن والكريم الفريج والزيتون حضرناهم كل ورياضة هنا جاء قصص سباكيتي وضحكا وضحكا عليها قريباتنا يقسم فيها قلت لنا يا ناري لا يستطيع أن نصنطيب أصلا قلنا نضحكا على رأس المغرب وهو يقول لي فتر ريبريكة لا تنسي البريكة كالعادة ديما المخ في البريكة فالأعظم سيرتوق كل واحد الحصيل ويعمل فيه حويجة و هنا تكمل في فصلات البلانكيت تحط الخبز فيه الهاريسة وبعدين تعمل فيه شوية كرامة فراش و تعمل فيه شوية عندي صدام شوية محطات الطريقة دية ديكم خفيفة محليها ما تخلقش و شوية جبن و شوية تن و شوية عظم و شوية هكا زيتون مقصوص أكحل و أخضر حاجة بسيطة أما المنظر مزينة صحان مزينة والله ما قاعد منها شيء ما يقولش منها صلات البلانكيت في كل واحد هكي الطرف يخليك تهز طرف أخر تنمو خفيفة و جنينة مفاوحة هاي و زيدك الطرف الخلى لي فيه الهاريسة ما يخليش حتى تعمل عظمه بالعكس الرياض قاعد ينظم هنا في الطاولة خلينا نهي جده في الطاولة هاونا كل واحد يعمل فيه حاجة الوقت الوقت ريته و جد منك بسروحي لازمة الغسر انتها على المغرب و نحن من نوع اللي ما تنقلونش حاضرين قبل ما يقول الله أكبر شدين الطاولة و قاعدين لا لا المشكلة نتاعي يا ناشنو المشكلة نتاعي يحبوني البريكة سخونة ما يحبوش يأكلوها ما يبريكة العظمة مش يأكلوها و هي بيرد فليه هذا بشنو قعدوا يكفى حتى لين يقول الله أكبر من بعد نولي يجيب الصحن ننتاعي يعني كي نرقى صايف الدرج الاخر نبدأ نقل نفكر لي في ديها أحمر عصير راهو لبناء العصير بتراف و جزر و برتقال لدياري ما هوش متاع الشياء أجواء رمضانية كيما كل دارها كتونسية يبدو حركين حفليين فكبل الله أكبر تقول دنيا كلها حافلة و بصراحة يحلى 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 باللمة مما دمك شارط الشارطة انتع البريكة يجي في الأنذان مهما كملت كل شيء سيقعد من البريكة ورّي ورّي صحن اللي عمتها مزاله هاي ورّي يا رياضة شوفكم كمّل رياضة يومك يا ذنذان مش تتصلي ولينا عملنا الكعبتين وضقوا عملنا برياضة بره بره هاي 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 البريكة صحيح copic ولم تفكير و البريكة Environment نصفي المقرون المقرون يرجع إلى الأقصم للمصامهم ا�背 أخذ كامل تبقى لا تشدين انت الصفاية خاطره نبشو مصب الصوس تحرجت فيدية تعرف تحرجت فيدية مش نخلطها لكل مع بعضها زيت مش هبتهبطها نحن نخلطها بسر نحن نتحرك حتى النتحرك نحن نتحرك بالصوص صديقا هذا ليس كذلك تدر الشرقة سوف تجيبها لا تشيق الصوس تحول أنه يوجد هذا يشيق تخلط يذيعك أن تردها عصير اعطيتها في إطوال تضيفه كذلك تضيفه كذلك ويضعها التي ترغبتها 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 تجعبتها للمتسنة ترغبتها تجعب أنت تخلط صحيح إذا أحب ذلك نحن ذلك لا أحد الشبرة لا أصبحت صوصة وضبعت بشكل ملعب أونها تحضير أزال لدين شبرة اشترك بالدين يجب الوقت لصبان الشرب يجب الوقت لصبان الشرب في هونيبنترا في المغرب هذا هو لكي أوليناكم ومشاهيناكم سوف أقسمكم في الجنة نسكل هذه الشرب يجب الرياض يجب الرياض يجب الرياض يجب الرياض يجب الرياض كما قلت لكم كما قلت لكم من البنات كما بكل دار تنسية نحضر التحضيرات العادية ونحاول نشارككم الفكرة وطريقة تحضيرها بل تسهيل عليكم التحضيرات ومعنتها بالعبادات تجد الروحكم أصلاً ما تنحد من المحكم تدع سهلة مهلة البريك 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 والخبز الخبز الخبز الخمير هذه من المشكلة توقف المغرب في حالة الأيام نحن أن تقوم بأكد تمر بفردي ادده مع هكا شرب البن وتعملك مضميضة متاع الماء وتقوم تصلي المغرب وبعدين ترجع تاكل مع انت تتعشع عادي وحنا من تعشوش من اول السهرية جبتوا حالات هذه الخفيفة انا عندي عبد الله حميد راجدي ياكل من شقة الفطر معادش يعاود للصحور بشي تصحر حاجة خفيفة عكس نحنا نحنا ناكلو حاجة الشربة والبريكة والسليطة في شقة الفطر وعشاء نتعشو من بعد معا نص اللين معا لحداش كنس طهرية طويلة ناكلو ممخر مع نذاع في سيدي رمضة بالنسبة للصحور البنات ما انت حاجة خفيفة ومش حاجة ديال كل مهار وقسم ما انت مرات حكاية غرد مرات مش حاجة خاصة لا يمتل ولا يمتل ولا يبدل بدن مرحق تقيل واحد مثل به را هو راقد مش يهكل شنور بشو نقول لكم هنا بشو نقول لكم راني تواجه وقت الصهرية اغسل تكليم معينات الكل كلها درت عليها الدنيا خالدها هكت شعي شعلين كيف نقولوا احنا عملت القيوة عمرت الكافة يارب القهوة جانية كليا تقولي نحبها فتن القهوة قوي انا غالب نبنيت يا اتا نقص في الصوت خطرا نلقى اللي التلفزة تهضم نلقى مثلا في النهار القرآن ونقول هو اهم من اني انا نعدي الصوتي عاليش على خطر معنتها ما تتعودش لايامات دي وما تتعودش فمحلي هكا تتدر محلو فيها قرآن تفدي هكا عندك هكا الجوة متاعك ذاك الجو الخاص بسيدي رمضا منحبش نحاول نخدم وما نفلتوش وما يمطن يعني منحاول نجتهد وهنا جابلي الفناجة نتع القهوة وبجي جيب الأحلوة اللي شفتوه في أول الفيديو مش نحطه منه شوية هاني نضح كناوية قال يسمعي فتن الفنجان قلت لها برا جيبه هنا في الفترينة الفنجان الثالي قالي لك مش لازم مش لازم يعطيني منلي موجود بالبخل عالنا فنجانة فلاسفرا ذاكا تاقا وقالي وانا فتن ذاكا تحطيلي فيه برا جيب قلت لها برا جيب قلت لها برا جيب قلت لها مانيتو منعش شوين قلت لها لا تتعرف هنا حطينا البسكوية حطينا اليوو حطينا المقروض شوية شوية من كل حاجة وهذه الغريبة اللي بعثها لي جارتي عمونا الرياض يتضوق منهم يتضوق منهم حاسي لكي نارا يتصقوا الحاجة ضرورية ولازم لي بحلو هذه هي اليومية العادية البسيطة انتعها الحياة كل متصور ديار التونسية كل هذا دا بين كوجينا بين غسل معون بين نعرفو الصلاوات والقرآن ولكذا انا مرات هاني توليت نقرة في القائلة ما عادش مع انت اعطوني نظم وقتي لازمكم تنظموا وقتكم في رمضان بجتلبوا راحة نفسية كبيرة بين الصلاة وبين قراءة القرآن حاجة مهمة ياسر حتى كنما نجمتو اجتمشوا في صلاة التراويح في دياركم نجمو تعملوها نعرف النهارين لو دين متعبين شوية بالنسبة للصيام للناس اللي مرحقة والكل اما بعدين كل شي واللي خفيف في الضريف المهم احنا نشجعكم بجتمشوا لانه مرة مش كل يوم حاولوا انكم تمشوا تحضروا على اجواء هذيك اللي بالحق معنا تتقرب من عيسر من ربي سبحان ما ناش ملايكا راه حتى واحد فينا هاي القيوة ركحة على زيتها الملايكا مفميش باللرد احنا لانا بشر بشر رهم بشر نغلطوا وربي سامحوا يغفروا خطأونوا ان شاء الله ربي توب علينا وربي هكا يرحمنا حاولت فرقة الرياضة الريقة دي تحرقت بالقهوة روحة في الترمز بشوعة القهوة سخونة عملت لحديب طبش انهزتون وقعتوا هيدا هكا عز سريع معاكم راني ما نلقاش في الجهد ما نصور بعد شقال الفتح خاصة يتعبى التاليفون ولاي متلولا نعرف اللي ادباره اتهمت لعبات اكثر من انه جاعدة وحلقة والكل كل حاجة هكا نعدي هيلكم نقول لازم تكون فيها فايدة لكم حتى ولو تتعدى ضحكة نقول اكيد فيها تفرهيدة وبش نفرج هكا تفرهد عبد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة